معنا في الستوديو محرشون اللبنانية سلمان العنداري سلمان مرحبا بك الحمد لله على السلامة الحرائق في الطرفين على طرفين الحدود اللبنانية الإسرائيلية كيف نفسر هذا التصعيد؟ بالفعل سامي الجنوب يحترق وأيضا الشمال الإسرائيلي يحترق هذه أحداث لافتة في الساعات الأخيرة أن نرى هذه المنطقة الجغرافية تحترق بكملها انصح التعبير أحراج ومئات الهكترات انصح التعبير إن كان في الجنوب اللبناني حاليا وفي هذه الأثناء أو في الشمال الإسرائيلي ككريات شمونة ومناطق الجولان إضافة إلى مستوطنات وبلدات إسرائيلية في الشمال الإسرائيلي هذا الأمر ربما يعكس حدة المشهد في الجنوب اللبناني أو على الجبهة الشمالية الإسرائيلية حدة هذا القتال حدة التوترات بين إسرائيل ولبنان حظب الله من جهة يقصف بصواريخ تفجيرية عالية أو ذات قدرة تفجيرية عالية في المقابل القذائف الفسفورية الإسرائيلية تحرق أحراج بكاملها في تلك المنطقة وهذه سياسة ربما مستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر اللافت اليوم هذا الحجم الكبير للحرائق ربما يعكس حدة هذا الصراع حدة هذه التوترات والقتال على الجبهة الجنوبية وربما أيضا هذه التصريحات اللافتة لسموتريتش بن جيفير أيضا نفتالي بنت وأيضا يئير لبيد إن كانت المعارضة الإسرائيلية أو اليمين الإسرائيلي تجاه ما يحدث في جبهة الشمال ربما يؤشر الأمر خطير وهي أن الأعين الإسرائيلية باتت أكثر متجهة نحو الشمال الإسرائيلي وباتت المطالب السياسية الإسرائيلية تطالب الإدارة الإسرائيلية الأمنية الإسرائيلية والسياسية بالتحرك على الجبهة الشمالية وسط مطالب أيضا من سكان البلدات الإسرائيلية للحكومة الإسرائيلية بأن يتحركوا بأسرع وقت ممكن لوضع حد وحل لما يجري في الشمال نتيجة التهجير نتيجة الإخلاء ونتيجة أيضا القصف المستمر والتدمير الكبير للبلدات الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي وهذا طرح علامات استفهام ودعوات أيضا شعبية وسياسية بدرورة التحرك حتى أن سموتريتش على سبيل المثال وبن جفير دعوا إلى حرق لبنان إلى إعادة لبنان إلى العصر الحجري أيضا يئير لبيد زعيم المعارضة كانت تصريحاته لافتة جدا فيما يتعلق بالجبهة الشمالية التي تحترق كل هذه التصريحات ربما ستؤشر إلى رد فعل إسرائيلي تجاه ما يحدث في الشمال خصوصا وأن المعارضة الإسرائيلية واليمين الإسرائيلي ينتقد أو تنتقد الحكومة الإسرائيلية أو نتنياهو بأنها غضت الطرف عن الشمال والتها تم صح التعبير بما يحدث في الجنوب وتحديدا في غزة وبالتالي الآن الحريق مستمر في الشمال وربما الحريق السياسي سيستمر داخل إسرائيل فيما يتعلق بالشمال ألفت سلمان بأن الجانب الإيراني من خلال تصريحات القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية يقول بأنه لا يتوقع أن تقوم إسرائيل بتوسيع الجبهة في شمال أو في جنوب لبنان يعني في شمال إسرائيل وذلك نظرا لفشلها في غزة هل يمكن أن نفهم هذه التقديرات الإيرانية أن تكون خاطئة؟ قد تكون خاطئة سامي لأن إسرائيل وصلت إلى إيران في السابق وقامت بتنفيذ عدة عمليات أيضا وصلت إسرائيل إلى العمق السوري وقصفت مواقع سورية في العمق السوري أي خطأ غير محسوب بين إسرائيل وحزب الله قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع على الأقل منذ أسبوعين نتابع ونلاحظ حدة هذه المواجهات إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هيرمز 900 قبل يومين سياسة الاستهدفات والاختيالات الإسرائيلية على الأرض اللبنانية إضافة إلى الحرائق اليوم المشتعلة في الشمال الإسرائيلي أو ربما حاجة إسرائيل لأمر سياسي أو مخرج سياسي يخرجها من وحل غزة للقول بأنها اتجهت إلى الجبهة الشمالية كل هذا قد يؤدي إلى نشوب صراع أو توتر كبير جدا عكس الذي كنا نشهده في الأشهر القليلة الماضية وربما هذا الأمر ينفجر بشكل أو بآخر وبشكل موسع بين حزب الله وإسرائيل خصوصا وأن الأحداث كما قلت في الأيام القليلة الماضية على الأقل بدأت تأخذ منحا شديد الخطورة عن صح التعبير خصوصا وأن السواريخ التي يطلقها حزب الله وصلت إلى الجولان وصلت إلى مناطق عميقة جدا بالأمس في نهرية سقطت مسيرة للمرة الأولى منذ انضلاع التوترات بين حزب الله وإسرائيل أما الآن الحرائق تندلع مع ارتفاع درجات الحرارة ومع تقصد إسرائيل وحزب الله بأن يكون هناك توازن في الرد والرد المقابل وهذا ما شاهدناه اليوم في الحرائق المندلعة والهتطرحت ووسعت من الأسئلة أن صح التعبير حول مستقبل الشمال الإسرائيلي وأيضا مستقبل المواجهات في الجنوب اللبناني شاهدنا على مدار الأشهر الماضية كيف إن إسرائيل قامت بمنورات عسكرية تمارين ولكن التساؤل الأكبر يعني واشنطن التي تسعى لوقف الحرب في قطاع غزة حتى لا تستمر هذه الحرب إلى غاية الانتخابات الأمريكية ضابط الإقاع الأمريكي هل سيسمح بنشوب حرب أوسع في الشمال؟ هناك تصريحات أمريكية عدة إن كان من الرئيس بايدن قبل يومين عندما تحدث بين الإدارة الأمريكية تسعى لوقف التوتر في الجنوب اللبناني أو على الأقل إدارة هذا التوتر الرئاسة الفرنسية أيضا ولكن كما قلت أي شيء غير متوقع وخاصة أن إسرائيل يمكن أن تقدم على خيار خطير جدا أو توصيع هذه العمليات داخل لبنان من دون علم حتى الإدارة الأمريكية ولكن تحاول الإدارة الأمريكية إدارة هذا الصراع بشكل أو بآخر عبر التوصل إلى تفاهمات مع الجانب اللبناني إن كان عبر حزب الله عبر وسطا أو إن كان عبر إسرائيل بشكل مباشر ولكن هذه التوترات المتفاقمة الخطيرة المتسارعة قد تؤدي إلى إشعال الجبهة اللبنانية بشكل أو بآخر علما بأن إسرائيل منهكة في الجنوب اللبناني وأن حزب الله بشكل أو بآخر يقول بشكل واضح أن توقف إطلاق النار في غزة سينسحب بتوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني وبالتالي علينا أن نرى كيف ستكون البوصلة الإسرائيلية أنصح التعبير أو الخطة الإسرائيلية في هذا الإطار في مقابل أيضا كيف سيتوجه حزب الله نحو هذه المسألة بالتحديد وهل سيصعد من هذه العمليات أم أن هذه العمليات ستتوقف بفعل تفاهم أو بفعل توقف إطلاق النار في غزة بشكل أو بآخر ولكن حتى الآن يمكن القول بأن الأمور لم تقترب حتى الساعة من الخط الأحمر ولكنها مشتعلة بشكل كبير مرشحة بالارتفاع ومرشحة بالارتفاع في أي وقت سامي سنبقي عيوننا على الملف اللبناني الإسرائيلي سلمان عنداري محرر الشؤون اللبنانية كنت معنا في الستوديو شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر